بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن تطرقت الآيات السابقة إلى محاربة اليهود والنصارى والمشركين للعبادة وأماكنها وذكرت شركهم في باب التوحيد تتطرق هذه الآيات الكريمة إلى سبب آخر من أسباب انحرافهم وهو رفضهم للرسالة وتحججهم بالحجج الواهية وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية يعني قال الجهلة من أهل الكتاب والمشركين الذين لا يعلمون الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى ويجهلون موازين الوحي والرسالة لو لا يكلمنا الله لماذا لا يكلمنا الله كما يكلمك يا محمد هل لا يكلمنا الله مباشرة بأن يعمرنا بأوامره وبدون احتياج إلى وسيط أو يخاطبنا مشافهة بأنك نبي لماذا لا يفعل كذلك أو تأتينا آية ومعجزة حسب اقتراحنا ورغبتنا مع أنه قد أتتهم آيات الله تبارك وتعالى لكنهم كذبوها لذا لم يستجب الله تبارك وتعالى لطلبهم هذا وقد يخطر بالبال هنا سؤال وهو أنه لماذا لم يستجب الله تعالى لطلبهم الجواب هناك عدة أسباب السبب الأول الله تبارك وتعالى يريد أقامة الحجة وإتمامها عليهم وقد أتم الحجة بمختلف الآيات التي تكفي لكل باحث عن الحق أما المعاناة حتى لو تجيب لألف آية فأنه ينكر وفي نهاية المطاف ينسبها إلى السحر فالاستجابة لطلبه لغو لا يصدر عن الحكيم لذا قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم السبب الثاني بعض اقتراحاتهم كان طلبا للمحال مثل رؤية الله تبارك وتعالى السبب الثالث بعض طلباتهم لم تكن مناسبة لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله مثل قوله تعالى أو يكون لك بيت من زخرف السبب الرابع بعض اقتراحاتهم كانت خلافة تدبير في الكون وخلافة المصلحة لذا قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن والحاصل المعجزة مولع ببيد المشركين حتى يطلبوا ما شاءوا متى شاءوا وقد أقيمت المعاجز بالبينات السابقة فلو لم يكونوا معاندين لآمنوا بها وفيها الكفاية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم يعني مثل هذا القول قال السابقون لأنبيائهم مثل قولهم هذا التأكيد وبيان لكذلك تشابهت قلوبهم في العمى والفساد والإنكار وفي الاقتراح والتعنط فتشابه أقوالهم لتشابه قلوبهم في العناد والاستكبار الآيات نرسلها لأجل إقامة الحجة وفي الآيات السابقة الكفاية قد بينا الآيات يعني أوضحنا الآيات فليس الأمر بحاجة إلى تكليم الله تبارك وتعالى لهم مباشرة ولا يحتاج الأمر إلى الاتيان بخوارق اقترحوها لأنها لا تنفع المعاندين لأنه إذا كان مرادهم بيان الحق والبرهان فقد فعله الله تبارك وتعالى وتم البرهان عليهم ووضح الحق لديهم وإن كان مرادهم غير ذلك فالاتيان به لغو وليس على الله إلا إتمام الحجة قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعني يطلبون اليقين ولم يكونوا معاندين فالآيات السابقة كافية ولا حاجة إلى تنزيل آيات أخرى للمعاندين قد بينا الآيات لقوم يوقنون خص الله الموقنين لأنهم هم الذين يستفيدون من هذه الآيات وينتفعون بها إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يا رسول الله لقد قمت بمهمتك ما هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله إنا أرسلناك يا رسول الله بالحق هذا التأكيد للإرسال كل إرسال لله تبارك وتعالى بالحق فيأكد أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بشيرا تبشر المؤمنين المطيعين ونذيرا تنذر الكافرين والمخالفين والعاصين فأنت الرسول حقا وإن كانوا يشكون في رسالتك ويسألونك أشياء تافهة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يا رسول الله أنت أديت ما عليك ولا مسؤولية لك عن كفرهم وعنادهم فلست أنت مكلفا عنهم وليس عليك أن تجبر الكافر على القبول وإنما عليك البلاغ والتذكير فلا يضرك عنادهم ولا تسأل أنت عن أصحاب الجحيم فهؤلاء المعاندون اختاروا ما يوصلهم إلى النار وحسابهم على الله وهذه الآية بيان لكون الرسول صلى الله عليه وآله أدى رسالته بأحسن واجه وأما قبولهم للرسالة فليس من ضمن مهامه فعلى الإنسان أن يؤدي وظيفته ومسؤوليته ودوره في الحياة والنتائج على الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين